التنسيق هل في مؤشرات أولية عن التنسيق السندي؟ يعني مش عايزة أعمل صدمات لحد بس أول حقيقة يمكن كليات الطب السنة فاتت أخذت 96% 95% وشوية الحقيقة المؤشرات بتقول إن السندي إحنا هنكون عند نفس النسبة واللي ربما تعلى ربما نصف المية أو حاجة بالشكل ده ينطبق على الفروع الثلاثة للجمع؟ آه الحقيقة إحنا بنخلي الفروع لكليات الطب تكون وحدة سواء كان في ضميات أو القاهرة أو أسيوت بنحاول بشكل عام إن إحنا نخلي النسبة المقوية عند الثلاثة كليات أو نقول الستة علشان البنين والبنات نخلي الستة كليات عند نفس المستوى وبالتالي هو إذا انخفضت في أحد الأفرع بتبقى حالة الانخفاض في نصف المية أو حاجة بالشكل ومع ذلك يا فندم زي ما كيت سياتك عارف النصف المية دي ممكن تفرق وتخلي طالب مثلا من القاهرة أو من اسكندرية يلحق طب الأزهر ولكن في أسيوت ما يبقاش في القاهرة أو في ضميات ده بيحصل؟ بيحصل لأنه الحقيقة الكليات مجموعة كليات القمة الحقيقة بتفتح لي الطلاب في جمهورية مصر العربية وفقا للتوزيع الجغرافي يعني الطالب إيه الأقرب له للمعهد اللي هو واخد منه السنوية بتاعته وبالتالي من الممكن أن الطالب يكون من بحري ويجي التنسيق بتاعه لأنه هو يلتحق بطب في أسيوت على سبيل المثال علشان فرق النص درجة اللي احنا بنتكلم عليه دوت لو هو حصل فدوت قائم لكن برضو حفاظا على أولادنا فاحنا بنيجي بعد ما بتنتهي بعد ما بينتهي التنسيق بنفتح تقليل اغتراب تقليل اغتراب بنراعي في البداية الحقيقة البنات لشان أكيد بنراعي بداية بنراعي بداية البنات وفي نفس الوقت لما بيكون يعني دوت بالنسبة للكليات القمة أما بالنسبة للكليات الشرعية فاحنا بنراعي شرعية العربية فاحنا بنراعي أن يكون التحويل داخل القطاع يعني لو أنا هو جتله على سبيل المثال شريعة في كلية من كليات إبلي فاحنا بنراعي لأنه نقلله الاغتراب في القطاع نفسه اللي هو في إبلي بردو في إبلي بردو ولكن نقلله بحيث أنه هو يبقى بجوار سكن وهو أظن على وجه العموم قطاع الدراسات الشرعية والعربية كلياته أكثر انتشاراً من الطب مثلاً طبعاً طبعاً